اشتركوا في القناة ان نحو 80% من تكاليف اقامة المعرض تم تحصيل اراداتها من المشاركين في المعرض بعد ان كانت تبلغ في المعرض السابق الذي قيم قبل ثلاث سنوات الى نحو 50% وقال الوزير ان فكرة اقامة المعرض كانت من عهل البلاد المفدة مشيرا الى انه في الدورات الاربع الماضية من عمر المعرض خطى المعرض خطوات متقدمة في التنظيم وفي عدد المشاركين سواء من الوفود الرسمية للدول العسكرية او المدنية او الشركات المختلفة المعنية بقطاع الطيران